السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة InfoTech for You معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا شركة أوبن آي أعلنت عن منتج جديد هيكون موجود من منتجتها قريبا وهو سورة سورة هو تقنية جديدة بتحول التكست إلى فيديو مش بس بتحول التكست إلى فيديو لأن انت هتقول لي فيه مواقع كتير بتحول التكست إلى فيديو التحدي كان في أن انت تحصل على فيديو مدته توصل لحد دقيقة الحاجة الأكثر تحديا واللي وجهتها أوبن آي إنها تطلع إنتاج لفيديو مدته دقيقة بجودة عالية لحد آخر ثانية في هذه الدقيقة وكمان يكون مرتبط بالنص اللي كاتبه الشخص يعني أنت بتكتب تكست فأنت كاتب حاجات معينة عايز تشوفها في الفيديو فهنا كان التحدي إن هو يكون ملتزم بالتكست اللي كاتبه مدخل الأمر لو دخلت على موقع أوبن آي حتقدر لك أنت تشوف إمكانياته وتقدر أنت تشوف الجزء المتعلق بالسيفتي لأن طبعا حاجة زي كده ناس كتير جدا حتكونوا متخوفة جدا من إمكانية إنشاء فيديوهات عالية الدقة عالية الجودة مو ريل وحنشوف هنا نمازج على هذه الفيديوهات لو بصينا الفيديو زي ده فيديو زي ده مدته أربعين سانية ممتاز جدا أنت شايف قدامك قر حقيقي ريل جدا واتخيل إن ده عبارة عن تيكست الكتب وتحول لفيديو بالزكاء الاصطناعي وكمان مدة الفيديو أربعين سانية وزي ما قلت لك هو بيلتزم بالتيكست المكتوب تعالوا نشوف التيكست المكتوب هنا كنعامل إزاي طبعا هو فاتح في نيوتاب فإحنا ممكن نروح نشوف البراميت ده البراميت اللي تم استخدامه لإنشاء هذا الفيديو Close up shot of Victoria Crown أعتقد إن ده اسم الطائر وبيقول بالضبط هو عايز الحركة تكون عاملة إزاي والبكجراوند is blurred البكجراوند تكون مش واضحة فكل تفصيلة موجودة في التيكست هي ظهرة في الفيديو وده كان زي ما قلت لك التحدي الحقيقي لأوبن إي آي الحفاظ على الجودة لحد هنا الأربعين ثانية لحد الثانية الأربعين وكمان الالتزام بالتفاصيل اللي موجودة في الأمر لو رحنا شوفنا حاجة تانية ده مثلا فيديو مدته عشر ثواني زي ما إحنا شايفين حتبص تلاقي الحد الثانية العشرة الجودة بتاعت الفيديو كويسة جدا لو بصينا على الأمر هنلاقي هو ده الأمر أمر بسيط جدا مدت هذا الفيديو بناء على الأمر هو عشر ثواني زي ما إحنا شايفين وحتلاقي بقى في حاجات كتيرة جدا جدا موجودة حاجات بتبان جدا حقيقية وريل حاجة زي كده مختبر ده الأمر عشر ثواني برضو زي ما إحنا شايفين الأمر كل ما بيكون بسيط وصغير كل ما كان الفيديو المنتج مدته أقل وهكذا مثلا فيديو زي ده مدته عشرين ثانية أعتقد برضو أنه هو بناء على الأمر فيديو زي ده مدته عشرين ثانية أنا عشان أتفرج عليه بدوس على الايكون بتاعة الداونلود عشان يفتح في نيو تاب زي ما إحنا شايفين يعني عربية حقيقية ماشية في الجبل معمولة بالذكاء الاصطناعي من أمر أو من تيكست أو أمر مكتوب فقط زي ما إحنا شايفين من الحاجات اللي أبهرتني فعلا أيضا فيديو زي ده مدته عشرين ثانية التفاصيل بتاعته وده تور في أرت جالري زي ما إنت شايف كده هتلاقي فعلا في تور فيديو زي ده مدته سبعتاشر ثانية أنت بتدوس على الايكون بتاعة الداونلود هيفتح معاك زي ما إحنا شايفين أيضا ده عبارة عن فيديو معمول بأمر هنا هو بيحاكي بيخلي الذكاء الاصطناعي أو بيدربه أنه هو يفهم الواقع يفهم الحاجات دي في الواقع شكلها عاملة إزاي اللي سنو بينزل إزاي الحركة بتاعت الأشخاص في الشارع حسب المكان هو بيدرب الموضل على الموضوع ده فبالتالي بيطلع نتائب دقيقة وزي ما قلت لك أيضا الجميل هو الحفاظ على الجودة لحد آخر ثانية وده اللي بيقدمه صورة بيقولك أن فيه الموضل حالي في بعض الويكنس يعني ممكن بعض الكمبليكسين أو بعض المشاهد المعقدة قوي ما يقدرش ينفذها لك بالشكل اللي أنت عايزه علشان كده هم حاليا عاملين أكسس الموضل ده بعض الناس حاجة بيسموه الفريق الأحمر يعني هو أعتقد أنه هو الفريق بتاعهم اللي بيبتدي أنه هو يعمل تيست ويبتدي أنه هو يختبره وكمان عاملين أكسس أو سامحين أن بعض الفنانين الناس اللي هم علاقة بصناع الميديا أو صناع الأفلام أنه هم يأكسسوا عليه علشان يبتدي أنه هم يقولوا الفيدباك بتاعتهم أكيد الفيدباك ده حيساعد أنه هم يطوروا الموضل ده لحد ما ينزل بشكل رسمي بالنسبة للجزء المهم هو السيفتي وأن الموضوع حيكون من لو بوليسز معينة وسياسات معينة ومش أي محتوى حيطلع ومش أي تيكست حيكتب هو حيقولك أن التيكست ده مخالف أو الأمر ده مخالف لسياسات أوبن آي ومش حيسمح أبدا بإنشاء فيديو في مخالفة أو في انتهاكات يعني تقدر أن أنت في السيفتي تروح تقرأ بقى انتهاكات مختلفة هو حاطتها الحاجات اللي ممنوعة أن أنت تكتب تيكست أو اللي هو مش حينفزها لك لأنه هيكون في رقابة شديدة جدا على الفيديوهات اللي هتكون منتجة باستخدام هذا البروداكت أو هذا المنتج أتمنى أن نكون فيديو النهاردة عجبكم وأتمنى أن نحن إن شاء الله قريبا نقدر نحن نأكسس على صورة ونشوف إمكانياتها بشكل عملي وإن شاء الله أعتقد أن تكون النتائج مبهرة يعني كما أعتقد أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Infotech For You زي ما أقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعينا الأعزاء ما تنساش اللايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته